بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد إخواني أخواتي ومشاهدين كنات المحور سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سعيد أن ألتكي بكم في هذه الحلقة من برنامجكم المسلمون يتساءلون سوف نقف اليوم مع الآية رقم 51 من سورة آل عمران آية كصيرة لكن مهمة جدا في بيان العقيدة التي جاء بها سيدنا عيسى عليه السلام لقومه سوف نقرأ الآية ثم نقف مع بعض معنيها تابعونا إن شيتم هي آية كصيرة جدا نقرأها مرتين ونحن بإذن الله بعد ما ننتهي من تعليق حواليها في حوالي ربع ساعة نخرج إلى فاصل وتلقى أسئلتكم واستفساراتكم وندعو الله تعالى تقبل منا ومنكم أن يعننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم أمين مع الآية الكريمة نقرأ على بركة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم تعبير ده ورد على لسان سيدنا عيسى عليه السلام بزيادة بعض الحروف في موضعين آخرين الموضع الأول في سورة مريم في الآية رقم ستة وتلاتين وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الموضع الثاني في سورة الزخرف في آية رقم أربعة وستين إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يبقى أنا عندي كده هذا التعبير الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم في ثلاث مواضع في القرآن إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم في العمران وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم في مريم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم في سورة الزخرف ده يعني إيه ولم يتكرر هذا التعبير بهذا الشكل في هذه الصور إلا على لسان سيدنا اللهم سيدنا محمد سيدنا عيسى عليه السلام ما فيش غيره هو من قال هذا التعبير بهذا الشكل في آيات بقى كثيرة جدا عن رسل آخرين تكلموا عن هذا المعنى لكن بأسلوب مختلف لكن سيدنا عيسى عليه السلام قال هذا الكلام لقومه إن الله ربي وربكم وإن الله ربي وربكم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم الله إذن ده تأكيد على إن دي دعوة سيدنا عيسى عليه السلام فمن عيسى إذن بالنسبة لله هيبقى زي ما هو قال عن نفسه وعرف بنفسه لما سنأخذ إن شاء الله سورة مريم بالتفصيل هذا الكلام لما رجعت أمه إلى الناس وهي تحمله على يدها فقالوا يا مريم أنى لك أو قالوا عفوا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أموك بغيا يا أخت هارون أنت كنت بنعدك في الأدب والأخلاق زي هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أموك بغيا فأشارت إليه قال إباء لما أشارت إليه قالوا كيف نكل من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله ما قالش أنا ربنا ولا قال أنا ابن ربنا ولا قال أنا شريك مع ربنا في الخلق ولا في الملك أبدا إنما قال إني عبد الله أرجو أننا ننتبه لهذا ده إيمان سيدنا عيسى ده عقيدة سيدنا عيسى ده ما دعا إليه سيدنا عيسى وبالتالي على كل مسلم على كل من يدعي الإيمان ويدعي التوحيد مع إيمانه بالله وإيمانه برسل الله وإيمانه بكتب الله وإيمانه باليوم الآخر وإيمانه بالأقدار التي قدرها الله والقضاء الذي قضاه الله سبحانه جل في علاه يؤمن بأن عيسى ككل الخلق ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله لأن بمنطق بسيط جدا يا سادة بمنطق بسيط جدا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق كل إله ياخذ الحتة بقى اللي هو عملها واللي خلقها واللي يسيطر عليها ونبقى عندنا صراعات ما ينفعش ده مش رب لو كان فيه ما آلهة إلا الله إلا فسادته فسيدنا عيسى يقول هذا الكلام بوضوح إن الله ربي وربكم فعبدوه وبعدين ما قالش إن الله ربكم وخلاص ما كان ممكن إن الله ربكم فعبدوه الله كان تمشي كويسي أوي وكانت تخدم الفكرة بقى آه ده هو ربنا احنا وسيدنا احنا وإحنا بنعبدو يعني احنا المطلقين لكن هو لا إنما ده يبدأ بنفسه إن الله ربي الله ربي وإذا ما هو ربي هو ربكم سبحانه وتعالى ده اللي احنا بنؤمن به يا سادة وده عقدتنا وده ما دع إليه عيسى عليه السلام عفوا فاعبدوه لأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى لا يستحقا سيدنا عيسى من فاعش ولا يستحقا حد من الأنبياء والرسل ولو كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا يستحقوها ملك لن يستنكفى المسيح أن يكون عابدا لله ولا الملائكة المقربون لعيسى يستكبر عن أن يكون عبد لله ولا الملائكة تستكبر وتستنكف أن تكون عبادة بالعكس بالعكس ده شرف الإنسان أن ينتسب إلى ربه في العبودية فلما تقول لي انتمين لك أنا عبد الله ودي ده أكبر شرف وعلى فكرة الله لما أراد أن يمدح نبيه عليه الصلاة والسلام أو يذكره في مواطن شريفة عظيمة في مواطن الإسراء مثلا ماذا قال ما قالش سبحانا الذي أسرى بمحمد ولا قال أسرى بنبيه ولا قال أسرى برسوله قال سبحانا الذي أسرى بإيه بعبده لأن العبودية ده أشرف مقام هو أنت عبد المين أنت عبد الزميلك عبد الإنسان عبد الجن عبد المخلوق أبا ده أنت عبد لله شرف ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخ مصيئة أثري دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم دي شرف أشرف مقام يبلوغه الإنسان على الإطلاق على الإطلاق مش حتى نبوه رسالة تمام العبودية لله تقول لي أن احنا في أشرف مكان وأشرف مقام مقامك حيث تكون عبوديتك فمن كانت عبوديته تامة كان شرفه تاما وعلى قدر ما تكون العبودية لله يكون الشرف ولهذا كان أشرف الخلق أتم الناس عبادة أتم الخلق عبادة لله شوف لما ربنا عز جل يخاطب سيدنا النبي في هذا الموت سبحان الذي أسرى بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له العبودية وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاده يكونون عليه لبدا أشرف مقام يا سادة أشرف مقام مقام العبودية فلما يجي حد يخرج من العبودية لله أوعت فق أن كده خلاص أنت كبرت بالعكس ده أنت صغرت أوي وإنت أليت أوي وإنت زليت أوي عارف ليه؟ لأنك مجبول مفطور على العبودية فإن لم تكن لله عبدا كنت لكل شيء عبدا هتبقى شيء عبدي بقى الهواك عبدي للشهوات عبدي لأي حاجة بقى للسلطان للمال لأي حاجة لكن عندما تكون عبدا لله أنت سيدا مع كل الناس وسيد مع الأشياء لأنك عبدي لواحد فقط هو الله سبحانه وتعالى فسيدنا عيسى بيقرب هذا بيقول ده طب إذا كان ده كلام سيدنا عيسى ليه إحنا نقول بقى هو ابن الله ولا هو رب مع الله ليه؟ ما ينفعش ما ينفعش حد يقول لسيدا القرآن ما إحنا مؤمن بالقرآن هو إحنا عندنا حاجة نؤمن بيها أعظم من القرآن الكريم إن الله ربي وربكم فاعبدوه والعبادة كما نعرف أيها السادة هي الغاية التي خلق من أجلها الإنس والجان وما خلاكة الجن والإنس إلا ليعبدون ليعبدون البعض يفصل ليعبدون يعني يوحدون والمعنى واحد يعبدوني يعبدوني وحدي طبعا ونحن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى والعبادة لها ركنين عشان تبقى عبد الربنا لابد أن تعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له دينك نيتك قلبك وعلى هدي نبيك عشان كده كانت الشهادتان هما معا الركن الأول من أركان الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله زي ما كان أتبع سيدنا عيسى في زمانه يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله وأتبع موسى في زمانه أشهد أن لا إله وأن موسى رسول الله لأنها يعبد ربنا من خلال اللي جيه به سيدنا موسى هيعبد ربنا من خلال اللي جيه به سيدنا عيسى زي ما الأمم كلها بتعبد ربنا بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أو مطالبة بهذا مطالبة بأن تعبد الله على المنهج الذي جاء به سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا صراط مستقيم الله هذا الطريق طريق العبودية وطريق العبادة لله الواحد الأحد الرب الواحد الأحد الإله الواحد الأحد سبحانه جل في علاه هو ده الصراط المستقيم تبغيره أي رب منحارف خلاص خلاص منحارف ما إما تقول يا مولانا إنك هتمشي كده للصراط المستقيم غيره هيبه إيه منحارف صراط منحارف على طول عشان كده لما كرأنا في الفاتحة إهدنا الصراط المستقيم أي صراط العبادة الصحيحة اللي هو صراط الذين أنعمت عليهم صراط الأنبياء على مدى التاريخ والزمن على مدى الشعوب والأمم صراط المؤمنين بالله وبعبوديتهم لله والعابدين لله على منهج أنبياء الله ورسله غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما هو اللي يبعد عن العبادة لله وحده بأضال منحارف أي مكان وصفه أي مكان اسمه وأي مكان الدين الذي يزعم الانتساب إليه وأي مكان الجهة التي يتبعها طائفة أو جماعة أو مشاكل ذلك الصراط المستقيم هو اللي قال هل سيدنا عيسى ده لسان ده لسان سيدنا عيسى القرآن ينقل ما قاله عيسى لبني إسرائيل زي ما قال لهم أنا رسول إليكم زي ما قال لهم أنا جبت لكم الآيات زي ما قال لهم أنا مصدق للتوراة زي ما قال لهم أنا أحل لكم بعض الذي يحرم عليكم بيقول لهم هو إن الله ربي وربكم فاعبدوه هو ده بأه هذا صراط المستقيم ما سوى هذا يبقى إيه يبقى مش مستقيم يبقى ضلال والعياذ بالله ويبقى الغضب من ربنا ويبقى الصغط ويبقى عدم القبول لأن العبادة يا سادة لا تقبل إلا بهذين الشرطين الشرط الأول الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء تعرفين الآيدي فين؟ صرط البينة عرفين صرط البينة بتتكلم عن من في بدايتها؟ عن أهل الكتاب بالتحديد ثم المشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بيّنه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هو بس هو بس مش غيره مخلصين له الدين حنفاء يعني موحدين مفيش تلاتة ولا اتنين ولا أكتر مفيش الكلام ده هو واحد أحد الله هو شعار أهل الإيمان وأهل التوحيد في كل زمان في كل زمان كله والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عشان كده لما جهب بعض الأحبار وده هيجي معنا بعد شوية القسوسة الكبار يجاد له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تعالوا ها تعالوا نعمل ابتهال ونبتهل تعالوا قل تعالوا وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله والآخر قال له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله طب فإن تولوا وإن تحرين خلاص خليكم على حالكم وإحنا على حالنا نتعايش نتعامل مع بعض بالاحترام وبالمودة وبالكست لكم دينكم ولنا ديننا بس خلي بالكم فاشهدوا بأننا مسلمون أي مستسلمون لله الواحد الأحد الفرد الصمد معتقدون ما جاء به أنبياء الله منهم حتى سيدنا عيسى عليه السلام إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اللهم إني أشهدك وأشهد حملت عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأحيى عليها وأموت عليها وألقى الله عليها وأشهد أن كل نبي بعثته موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم مما ذكرت في القرآن أولم الله أنبياءك ورسلك وأومن ابن كل ما نزل عليهم تلك عقيدتنا وهذا ما نلقى الله سبحانه وتعالى به لينجينا من عذاب النار يوم القيامة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبكرة إن شاء الله نشوف بها الآية رقم 52 والإحساس اللي وصل لسيدنا عيسى هل هو إحساس ومجرد شعور وفراسة ولا هو حقيقة مدية فلما أحس عيسى منهم الكفر آه هيخرج عن الخط ده قال من أنصاري إلى الله نقف بها مع الآية إن شاء الله بكرة بإذن الله في مطلع الحلقة ومقدمتها وأما الآن فنخرج إلى فاصل ثم نعود فنستمتع باتصالاتكم وأسئلتكم والله المستعان بعد الفاصل نتواصل فتابعونا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة